صباح الخير اصدقائي من قناة ميرو بحييكم. قناة ميرو للمعلومات الطب خيرة بتكونوا بصحة وخير. ولايك وشير وسابسكرايب. اصدقائي الكومنتات اللي انتو بتبعتها دي بتشجعني كتير كتير جدا. وارجو انها تزيد وده معناه في تفاعل. النهاردة اصدقائي هنقدم حاجة جديدة صنف جديد للعزمات. هنقدم اكواب الجلاش او اطباق الجلاش. وصفة للمناسبات حقيقي او للعزمات. عندنا طبعا اول المكونات. لحمة مفرومة. آآ بصلة ومقطعة قطعة صغيرة. الجلاش الفيلو اللي هو عندنا في السوبر ماركت. هنجيب اللحمة ونجيب البصلة بشوية زيت. ونشوحهم بتوابل جميلة هنقولها من خلال الفيديو. من القناة بتاعتنا بنحاول اننا نعمل وصفات جديدة واشكال جديدة. قبل ما نروح نعصج اللحمة عندنا آآ تحضيرات بنحضر آآ طماط ماية. وعندنا ده كرفس عشان آآ يعني قمته الغذائية كبيرة جدا. فارع كرفس كده. اللي ما عندوش اصدقائي مش مهم. ده آآ حاجة يعني زيادة. آآ بدي طبعا نكهة للوصفة. التوابل آآ بتاعتنا. ملح وكمون وجنزبيل وبابريكا وقرفة وفلفل وملح. آآ الفلفل آآ اللي عندو فلفل آآ سبايسي يحط فلفل اقدر رومي يحط انا ما عنديش اقدر هحط احمر. هنروح بقى نعصج اللحمة آآ هنقطع الطماطم والفلفل والكرفس والتوم ونحطوهم في الكبة. هنحط فصين التوم اصدقائي في الكبة. اهي. هنحط آآ الكرفس اللي عندنا. في الكبة برضو. اه. هنقطع آآ الطماطم بس اصدقائي انا عايزة اللحمة فقط. اللي برا. مش عايزة آآ الجزء اللي جوه عشان بيبقى فيه سوايا. عشان الجلاش ما يطراش مني. نحط الطماطم في الكبة اصدقائي. اهي. كده. نقطع الفلفل اصدقائي. قطع صغيرة. هنقطعه ونحطه اصدقائي في الكبة. هنحط اللحمة. طبعا زي ما قلت لكم انها خارجة من الفريزر. هنحط شوية زيت كده. نبتدي نقلب بمعلقة لازم تكون خشب. علشان ما نبوص آآ التفال. اهو. نضيف التوابر. زي ما قلت لكم. آآ ارفة. جنزبيل. كمون. بابريكا. آآ ملح وفلفل. ونحطهم. ونقلب. الفلفل والطماطم والكرفس. والتوم. على بصل واللحمة. اهي. كده. ونحطها ونقلبها طحفة. انا دقت طعمها. حلو جدا. اصدقائي لو في سوايل لازم ننزلها. زي كده. اهو. عشان انا مش عايزة يبقى في سوايل في اللحمة. فاحنا عايزين ما يكونش في سوايل. عشان الجلاش ما يطراش. قلنا. ان انا اشيلها بالمعلقة. هي كده خلاص تقريبا. هنحط في طبق آآ بيضة. احنا كده هنعمل حاجة اسمها التشريبة. اه. ربع كباية زيت ونص كباية لبن. دي التشريبة اللي آآ هنحطها على طبقات الجلاش. هنحط شوية ملحة اصدقائي. والفلفل عشان زفارة البيض. هنقلب. دينا نفك بقى الرقائق بتاعة الجلاش. كل طبقة هاخدها. الطبقات التانية اللي سايبها. احط عليها فوطة علشان ما تنشفش. حتى لو تقطعت دي مش مشكلة لانها هتدارة في الطبقات اللي احنا هنعملها. ايه الطريقة بقى اصدقائي? زي ما انا هوريكه دلوقتي. هنقوم عاملين بالطريقة دي الجلاش كده ها. هنعمله كده ها. وبعدين هنجيب كده ونعمله كده. يبقى عملنا كزا طبقة بالطريقة دي. بعد ما آآ آآ قفلنا وعملنا الشكل ده. طبعا دك عشان متانة الجلاش ما يبقاش طري ويبوش مننا واحنا بنلفه. هنجيب بقى التشريبة ونحطها آآ على الطبقة اللي فوق. انا مش هحط بين الطبقات. مش هحط بين الطبقات اصدقائي. عشان آآ الجلاش ما يطراش. هنقوم لفين طرف الجلاش بالطريقة دي. اهان كده ها. كده ها. اصدقائي. آآ نسيب جزء من الجلاش موجود عشان هتبقى القعدة. بتاعة الكوباية. هنلف كده. اهان. ونلف كده. وزكاية محتاجة. آآ يعني تلزق كده بالآ التشريبة اهو. هلزقها. كده اهو. وهتبقى دي هي آآ الكوباية اللي هنعملها او الكاس او القارب اي حاجة من آآ التسميات. زي ما انت شايفين عملناها. هنجيب الجلاش ونحطه هنا. كده ها. هنعمل مرة تانية اصدقائي واحدة تانية. اهي. حتى لو اتقطعت مش مشكلة خالص. اهو كده. وبعدين. بعد ما اتنيتها آآ اول مسلس هنه نتني آآ مسلس التاني. يبقى عندنا اتنين مسلس. اهو. حتى لو آآ دي اتقطعت مش مشكلة خالص. هنلف بقى اصدقائي. نجيب دي كده. بعد ما عملنا المسلسين اصدقائي هنحط بقى التشريبة على المسلس اللي فوق اللي احنا آآ طبقنا مسلسين. فده المسلس آآ اللي فوق. طبق اللي فوق. اهي. لازم اننا نحط التشريبة كويس علشان لما نيجي نلف نلف مزبوط. وبعدين اصدقائي هنقوم لفين. اهو. اهو كده. وبعدين بنلف كده. اهي. بعدين كده. اهو اصدقائي تاني واحدة عملناها بالطريقة دي. اهي. قدي ايه? طحفة. هنحطها بقى في البايركس زي اللي فاتت. اهو. آآ هنعمل الباقي في الصناية. اهي. عملنا كزا آآ كوباية من آآ الجلاش. وبكده اصدقائي خلصنا الصنيتين الكوبايات الجلاش او اطباق الجلاش. هنشوف بقى الخطوة الجاية هنعمل ايه? نتأكدنا ان آآ مفيش حاجة مفتوحة من الاطباق اللي احنا عملنا دي او الكوبايات. هنبتدي نحط اللحمة بتاعتنا في كل كوباية. اهي. ده ما انتوا شايفين كده. ونضغط كده ها. هنحشي بقى كله اصدقائي باللحمة والمكونات اللي عندنا ونجي لكم. طبعا اه اصدقائي للضيوف بقى هتبقى رائعة. آآ كمية حلوة جدا. ممكن تتقدم كصنايتين في العزومات والمناسبات. خلصنا وضع اللحمة. على ما نعمل الخطوة التانية اللي هنقول لكم عليها الوقتي. ها غطي الجلاش دي عشان ما ينشفش. والصناية التانية كمان. هنبتدي بقى آآ حضرنا آآ كريمة اللي هي باشاميل. طبعا انتو عندكم الباشاميل اصدقائي. عملنا كزا مرة الباشاميل. آآ ممكن تدخله على آآ ميروتشانل آآ مكرنا بالباشاميل او كوسة بالباشاميل. فانا بحب حاجات تبقى خفيفة. فبجيب اللبن آآ انا جاي بقى كوبايتين لبن. حطيت اربع معالق آآ من الدقيق. بحطوا نص معلقة سامنا بلدي ملح وفلفل. بعد كده اصدقائي هنبتدي بقى نحط الباشاميل على الوش. كده. زي ما انتم شايفين كده ها. هنحط آآ كريمة الباشاميل على آآ كل كوب من الجلاش. بكده خلصنا اصدقائي وضع آآ باشاميل على الجلاش. هندخله الفرن ونشوف القطوة بعد كده لما يستوى من تحت ويصفر. قبل ما ندخل الفرن على مية وتمانين اصدقائي هنحط شوية من التشريبة اللي بفيها بيض على الوش كده. اهو. دايما انتم شايفين. وهندخلها في الراف الوسطاني. اصدقائي في الخطوة الاخيرة احنا هنحط بقى انا طلعتهم الفرن. وهنحط جبنة على الوش. آآ شيدر او آآ جبنة مضرلة. وهندخلها تاني تحت الشوية لمدة دقتين وانطلح. خرجت آآ كبيات الجلاش. حاجة رائعة وريحة تجنن. آآ جميلة خالص. آآ لما تبرد هي سخنة سخنة آآ يعني مش قادرة تمسكها حتى. آآ لما تبرد هنوري لكم آآ القطع كل القطعة لوحدها. وارجو ان الفيديو داي يكون عجبكم حاجات جديدة نقدر ان انا نعملها للمناسبات للعزمات. حاجة تشرف. هنقسمها اصدقائي نشوف كده اخبارها ايه. قدي ايه تحفة جميلة جدا. ارجو ان انتو تجربوها. الى اللقاء وتحياتي مع اصناف جديدة. من قناة ميرو ميرو تشانل.